أداة الاستفهام نستخدمها عندما نريد السؤال عن شخص أو شيء معين محدد أو لاختيار شيء من بين عدة أشياء مثلا تسأل شخص ما أي مشروب تريد؟ مثلا يكون في يديك مشروبين وتقول له أي مشروب تريد؟ يعني تخيره بين مشروبين أو مثلا تسأل شخص ما أي لون تفضل بين عدة ألوان أي لون تجده هو الأفضل تقوم بقياس معطفين وتسأل صديقا لك أي معطف يليق بي؟ يعني أي معطف من بين المعطفين يليق بي؟ تقول له أو تسأله هكذا أي معطف يليق بي؟ أي معطف يليق بي؟ نشير بأصبعنا مثلا للمعطف ونقول هذا ونقصد هذا المعطف يلائمك ولكن لتجنب تكرار نقول فقط هذا أحيانا نشير بأصبعنا إلى شيء أو شخص ما أو أشخاص أو أشياء ونقول هذا هؤلاء هذه على حسب ما ذكر سابقا نسميها باللغة الألمانية هي كلمات تشير إلى اسم سبق ذكره في الحديث أو الجمال نستخدمها لتجنب التكرار وفي أغلب الأحيان نشير بأصبعنا إلى الشيء الذي نعنيه تتغير نهايتها على حسب الحالة هل عندنا نوميناتف أكوزاتف أو داتف وعلى حسب أداة تعريف الإسم عندنا أولا النوميناتف عندنا أدوات تعريف هي دير دس دي ودي فيلس وديس تكون عندها نفس نهايات أدوات تعريف لاحظوا جيدا عندنا أدوات تعريف دير إذن فيلس وديس أدوات التعريف داس فيلش وديس أدوات التعريف دي فيلش وديس كذلك أدوات تعريف دي للأسماء في الجمع فيلش وديس أمتلا فيلش بولوفا قفل دي ديزة أو دا ديزة أي كنزة تعجبك هذه أو هذه ديزة يعني هذه لم نقل جملة كاملة يعني هذه الكنزة تعجبني بل قلنا فقط هذه لتجنب التكرار يعني نشير بأصبعنا ونقول هذه ديزة وديس أي قميس يعجبك ديزة يعني هذا هنا هذا القميس هنا يعجبني ولتجنب التكرار لم نعد كل شيء قلنا فقط هذا هنا ذن شاك شتيتمي أم بيستن يعني أي من السطرات يلائمني بشكل أفضل الأفضل بين عدة سطرات قمت بقياس عدة سطرات وأنا أسأل شخص ما أي سطرة تلائمني بشكل أفضل الأفضل بين السطرات التي قمت بقياسها أم بيستن هي سيغة تفضيل هذه السيغة توضح لنا أن هناك شيئا أو شخصا هو الأفضل بين عدة أشخاص أو أشياء نستخدم هذه السيغة إذا كان عندنا ثلاث أشخاص أو ثلاث أشياء فما فوق بينما سيغة أن نقارن نقارن فقط بين شيئين أو شخصين هنا في هذا المثال عندما استخدمت سيغة التفضيل فهذا معنى أن الشخص قام بقياس ثلاث سطرات فما فوق بمعنى هذه السطرة هنا هي الأفضل بينهم يعني تلائمك بشكل أفضل كلمة في الجمع ديز هي أدوى التعريف في أكوزاتف هي دين داس دي ودي إذن نهايات فيلش وديز هي إذا كانت أدوى التعريف دين فيلش وديز أدوى التعريف داس فيلش وديز أدوى التعريف دي فيلش وديز كذلك أدوى التعريف دي في الجمع فيلش وديز كما في جميع الحالات هناك فرق واحد بين نوميناتف وأكوزاتف هي أدوى التعريف دير دير تصبح دين وإذا تغيرت أدوى التعريف في نهايات فيلش وديز تتغير أيضا فيلش تش فينستو شونا مثلا تسأل شخص ما أي طاولة تعتقد أنها الأجمل شونا هنا عندنا صيغة مقارنة نقارن بين شيئين ما هي الأجمل بين الطاولتين أي واحدة أجمل ديزن هي يعني هذه هنا لتجنب التكرار قلنا فقط هذه هنا يعني تقصد هذه الطاولة هنا هي الأجمل بينهم بمعنى أي من الأريكتين تجدها أكثر راحة مريحة أكثر بين الأريكتين بكذيما صيغة مقارنة لأننا نقارن بين شيئين ما هو الشيء الأكثر راحة أو ما هي الأريكة الأكثر راحة بينهم يعني هناك مقارنة ديزن هي هذه هنا تشير بأصبعك وتقول هذه هنا يعني هذه الأريكة هي الأكثر راحة مريحة أكثر بينشت جينس فنستو شيكا أي جينس تعتقد أو تظن أنه أكثر شيكا شيك أكثر ديزن هي يعني هذا هنا هذا الجينس هنا أجده أكثر شيكا فنستو بيسا أي جوارب تعتقد أنها أفضل هنا عندنا صيغة مقارنة نقارن بين شيئين بيسا يعني أفضل هناك شيئين أي شيء بينهما هو أفضل ديزن هي يعني هذه هنا أنا أجد هذه الجوارب هنا أفضل والآن أدوات تعريف الضاطف هي ديم ديم دير ودين إذا كانت أدوات تعريف هي ديم إذن فيلشم وديزم وإذا كانت أدوات تعريف هي دير إذن فيلشة وديزة وأخيرا وأخيرا إذا كانت أدوات تعريف ديم إذن فيلشن وديزن مثلا تكون في محطة البعث وتسأل شخصا ما متفلشن بوس فاستو بأي باس تذهب هنا استخدمنا الضاطيف لماذا؟ لأن عندنا حرف جرميت حرف جرميت يكون دائما بلوس ضاطيف وحرف جرميت نستخدمه مع وسائل نقل لكي نعبر أننا نستخدم وسيلة نقل معينة لكي نذهب إلى مكان ما يعني تذهب بواسطة وسيلة نقل مديزم دوت بهذا هناك يعني بواسطة هذا الباص هناك سوف أذهب مثلا في محطة القطار يسألك شخص ما بمعنى من أي سكة سينطلق أو سيغادر القطار تس otra هي السكة حرف جرمد دائما يكون بلوس ضاطي وفيل ابفاغ معنى انطلق أو غادرة يعني من هذه هناك من هذه السكة هناك سينطلق القطار مع أي بلوزة يتناسب بين طالي أو سروالي حرف جرد يكون دائماً بلوس داتيف يعني مع هذه هنا عن أي حداء تتحدث أنت تتحدث عن أي حداء عن هذا الحداء هنا أنا أتحدث